تحت رعاية حضرته صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه ينيب جلالته يده الله صاحب المعالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثالثة ودورة القيادة والأركان المشتركة السادسة عشر وقد كلف معاليه سعادة الفرق الركن دياب بن سجر النعيم رئيس هيئة الأركان لحضور التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني صباح اليوم وبعد عصف السلام الملكي بدأ الحفل بثلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم ثم ألقى سعادة رئيس هيئة الأركان كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني أضحت ملارة التعليم العسكري في قوة دفاع البحرين والتي تستمر دائما في عطائها العلمية المستلهم من رؤى وتوجيهات مباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله ومؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس وزراء حفظه الله ودعم ومتابعة صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بعدها نقل سعادة رئيس هيئة الأركان للخرجين تهنيئة وتقدير صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على نجاحهم بعدها ألقى اللواء الركن بحر عبدالله سعيد المنصور آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة وبعد ذلك تم عرض فيلم موجز عن مراحل الدورة وما اجتملت عليه من محاضرات ومناقشات وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية لعدد من مؤسسات المملكة من ثم ألقى أحد الضباط كلمة نيابة عن زملائه الخرجين ثم ألقيت كلمة الضباط الخرجين عن المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة في ختام الحفل قام سعادة رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات على خرج دورة الدفاع الوطني الثالثة والتي شارك فيها منتسب من الحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام كما تفضل سعادته بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية على خرج دورة القيادة والأركان المشتركة السادسة عشر والتي شارك فيها عدد من الضباط الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة القويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ضباط من الحرس الوطني ووزارة الداخلية